انتهاك جديد لميليشي الحوثي تسعى من خلاله لعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكولم فمن المماطلة المستمرة لتنفيذ الاتفاق إلى استهدافها مؤخرا لمقر عقاد اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة رئيس وفد اللجنة الحكومية اللواء الصغير بن عزيز قال إن القصف استهدف مقر اللجنة في كيلو ثمانية دون وقوع أي إصابات ويتهم الفريق الحكومي ميليشي الحوثي بمحاولة استهداف اللجنة مع كبير المراقبين الدوليين بقصد إفشال مهمة اللجنة المشتركة وقطع الطريق أمام اتفاق الحديدة ليست هذه المرة الأولى التي تقوم بها ميليشي الحوثي في محاولة إفشال المساعي الرامية لتنفيذ الاتفاق فقد تعرض موكب اللجنة في وقت سابق لإطلاق نار من قبل عناصر الميليشيا تتواصل وتستمر الإختراقات من قبل ميليشي الحوثي منذ بدء إعلان الاتفاق فقد شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني بمديرية حيس جنوب المحافظة الهجوم أيضا استهدف مواقع الجيش في مثلة العدين شمال المديرية بالتزامن مع آخر شرق المديرية ذاتها لكن الجيش أفشل الهجوم موك عن قتل وجرحات صفوف الحوثيين وتبقى هذه الانتهاكات والأعمال العسكرية محل قلق والتي تسعى من خلالها ميليشي الحوثي إلى تقويض كل المساعد دولية الرامية لإنجاح اتفاق السويد بشأن الحديدة ورغم كل ذلك إلا أن الأمم المتحدة لم تسمي حتى اللحظة الطرف المعرقلة للاتفاق رغم الشواهد والخروقات التي ترتكبها الميليشيا ورغم المطالبات من قبل الحكومة الشرعية ترجمة نانسي قنقر